كان السيناريو فرار كارلوس غصن المدير التنفيذي لاتحاد رينو نيسان من توكيو إلى بيروت عبر قطار سريع وطائرتين خاصتين خبرا تدولته مختلف وسائل العلام اليابانية والعالمية لنتابع ديسمبر كان الفرار الثمين غادر المدير التنفيذي منزله وحيدا بعد ظهر ذلك اليوم ليلتقي رجلين في فندق بطوكيو الثلاثة استقلوا قطار شينكانسن السريع متجهنا إلى أوساكا غربا وصل الجماعة وجهتهم في الساعة السابعة والنصف مساء ليتجه عرب اتحاد رينو نيسان إلى فندق قرب مطار كانساي بسيارة أجره كاميرات المراقبة رصدت الرجلين المرافقين فقط أثناء مغادرة الفندق ذلك المساء موظفاء الجمارك لم يفتشا ما يحمله هذين الرجلين صندوقان كبيران يصاحبهما الغموض حتى الآن غصن اتهم بارتكاب مخالفات مالية في أبريل 2019 وأبقي قيد الإقامة الجبرية في توكيو ومنع من السفر في فترة ما قبل المحاكمة وبحسب شروط الإفراج عن غصن فيمكنهم مغادرة بيته والسفر لمدة تقل عن 72 ساعة داخل اليابان دون طلب إذن المحكمة كارلوس استقل طائرة خاصة في ذات الليلة باتجاه إسطنبول ليصل مطار أتاتورك صباح اليوم التالي ويتجه من هناك إلى بيروت عبر طائرة خاصة أخرى كان الهروب عن طريق الاختباء في صندوق لآلات موسيقية لتفادي المرور بالسلطات اليابانية ليجد محقق المطار التركية الصندوق مليئا بثوقوب تسمح لغصن بالتنفس